بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم النهاردة هنعمل كيك بالحليب ونضيف له معلقتين تنج برتقال في الاول مكونات بتاعتنا معانا اربع بيضات تلت كبيات اللي ربع دقيق معلقتين نشا معلقة ونص بيكنج بودر معلقة خال معلقة صغيرة فانيليا كباية سكر وربع معلقة ملح تلت تربع كباية زيت دي المكونات والمقادير بتاعتنا في الاول بنحط الاربع بيضات في الخلاط وممكن طبعا نضربهم يدوي عادي نجيب بولا ونحط فيها الحاجات دي ونضربها يدوي ممكن نعملها في الخلاط حطيت اربع بيضات في الخلاط وحطيت عليهم كباية ملانة سكر ممكن طبعا تزودكم مية السكر زي ما انت عاوزين وحطيت معلقة كبيرة خال وثلت تربع كباية زيت ممكن نحط الزيت زيت على سامنة وممكن يبقى زيت بس وممكن تبقى سامنة خالص بعد كده بنحط بنغط الخلاط ونضرب الحاجات دي كلها دقيقتين تلاتة كده لغاية لما تبقى لونها ابيض بعد كده بنحط كباية حليب كباية لبن وبنحط معلقتين تنج برتقان ممكن تنج مانجة او اي تنج عندنا بعد كده بنضرب برضو المكونات دي تاني برضو دقيقتين بعد كده بنجهز الحاجات الجفة بتاعتنا اللي هي تلات كبيات اللاروب بعد ايه بنحط عليهم معلقتين نشا معلقتين كبار نشا بنحط ربع معلقة ملح ومعلقة صغيرة فاناليا بنقلب الحاجات دي كل مكونات الجفة كلها مع بعضها وبنحط معلقة ونص بنقلب المكونات الجفة كويس مع بعض وبنسيبهم كده ونجيب الصينية بتاعتنا عشان نجهزها بنجيب الصينية بنحط فيها معلقة زيت او معلقة سمنة وبندهن الصينية كلها وبندهن الحواف بتاعتها بعد كده بنجيب معلقة دقيق وبنحطها فيها في الصينية ونغلفها كويس بالدقيق الحواف والصينية وكلها وخلصوا بنسيبها على جنب لغاية ما نعمل عجينة الكيك بنحط بعد كده المكونات السيلة على الدقيق والبيكنج بودر وبنقلبه كويس لغاية لما نحصل على القوام اللي احنا عاوزينه طبعا هو ممكن لو احتاج لو لتقاتيها سيلة قوي ممكن تحط معلقتين دقيق لو لتقاتيها نشفة ممكن نحط معلقتين حليب احنا بنقلبها كويس قوي بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة مية وسبعين مية خمسة وسبعين من قبلها بخمس دقايق بس بعد كده بنصب الخليط بتاعنا كده في الصينية وبنخبط الصينية شواء خبطتين كده عشان نطلع كل فراغات الهواء بندخلها في الفرن في الرف الوسطاني بتقعد فيه تقريبا مص ساعة بعد كده بنحطها تحت الشواء ما بتاخدش خمس دقايق وده شكلها بعد ما خرجت طبعا هاشة جدا ولونها جميل زي ما انتم شايفين خدت في الفرن بالضبط نص ساعة على درجة حرارة مية خمسة وسبعين وحطيتها تحت الشواء خمس دقايق اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة